اشتركوا في القناة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المواثيق والعهود بأي يتبعوه إن أجابهم ثم قال فسلوني ما شئتم فقالوا نسألك عن أربع أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الطورة وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل كيف يكون الذكر منه وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة فأخذ عليهم العهود والمواثيق لئن أجابهم أن يتبعوه فأجابوه أعطوه كل العهود والمواثيق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأنشدكم بالذي أنزل الطورات على موسى صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنظر لله نظرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل الطورات على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله إن على ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالذي أنزل الطورات على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قال اليهود وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفاركك قال فإن ولي جبرير عليه السلام ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه قالوا فعندها نفاركك لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك قال فما يمنعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا فعند ذلك قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل أيها الرسول لليهود حين قالوا إن جبريل هو عدونا من الملائكة فإن جبريل عليه السلام هو من نزل الكرآن الكريم على قلبك بإذن الله مصدقا لما قبله من كتب الله وهاديا إلى الحق ومبشرا للمصدقين به بكل خير في الدنيا والآخرة بعد أن فرغ اليهود من عداوة المؤمنين في الأرض توجهوا لعداوة من في السماء فعادوا من لا قدرة لهم على عداوته عادوا الروح الأمين عادوا جبريل عليه السلام زعموا أن جبريل عليه السلام ينزل بالحرب والقتال والدمار فعادوا وأن ميكائيل ينزل بالغيث والرحمة والقطر فأحبوه ونسوا أن جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وزعموا أن جبريل عليه السلام عدل بالنبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل وكأن النبوة حق لهم وإن قتلوا الأنبياء وحرفوا الطورة ومن معتقداتهم أن جبريل عليه السلام هو السبب في ضمار وخراب بيت المقدس فهم يعتقدون أن الله عز وجل أوحى إلى أحد أنبياء بني إسرائيل أن هناك رجل من بابل يسمى بخت نصر سوف يكون على يديه خراب بيت المقدس وأخبر بالزمان الذي سوف يكون فيه فلما حضر الوقت أرسلوا أحد أخويا بني إسرائيل إلى بابل ليقتل بخت نصر ذهب الرجل إلى بابل فوجد بخت نصر غلاما مسكينا ليس له قوة فأخذه ليقتله فدفع عنه رجل وقال لما تريد قتل هذا الغلام فأخبره بنبوة ذاك النبي فقال الرجل لصاحبهم إن كان ربكم الذي أذن في هلاككم فلن تستطيع أن تقتله وإن كان غير هذا فلما تقتل هذا الغلام المسكين فصدقه صاحبهم ورجع إلى بني إسرائيل ولم يقتل بخت نصر ولما كبر بخت نصر وقوي غزاهم ودمر بيت المقدس وزعم اليهود أن ذاك الرجل الذي نهى صاحبهم عن قتل بخت نصر هو جبريل عليه السلام وقالوا أيضا أن جبريل عليه السلام هو من أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن تحريفهم للطوراة وقتلهم للأنبياء والحقيقة الجلية والواضحة أن جبريل عليه السلام هو ملك مكرم من الملائكة المقربين وهل كان للرسول صلى الله عليه وسلم حرية الاختيار من ينزل عليه بالوحي مجاهرة اليهود بعد آوتهم لجبريل عليه السلام بعد إثباتهم أنه ملك مرسل من عند الله هو حط درجة من درجات الانحطاط في العقل والعقيدة وجمع الكرآن الكريم في هذه الآية الكريمة خمس صفات الكرآن الكريم منزل من عند الله وبإذنه والقرآن الكريم منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكرآن الكريم مصدقا لما نزل قبله من الكتب السماوية وفي الكرآن الكريم الهدى وجاء الكرآن الكريم مبشرا للمؤمنين جبريل اسم يبري مركب يتكون من شقين جبر وإيل جبر معناها عبد وإيل معناها الله فيكون عبد الله وأفضل وصف البني إسرائيل واليهود في سفر إشعياء الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا